أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على إطلاق حزمة من الحوافز لمشروعات الاقتصاد الأخضر في دوء الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لهذه النوعية من المشروعات وخلال اجتماعه مع وزيري التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة وعدد من المسؤولين كلف مدبولي بسرعة أداد مذكرة بالمقترحات الخاصة بحوافز مشروعات الاقتصاد الأخضر لعرضها على مجلس الوزراء واعتمادها ثم إعلانها من جانبها أشارت وزيرة التخطيط إلى وجود تعاون وتنصيق مع عدد من الوزرات والجهات بهدف وضع رؤية لمجموعة الحوافز المزمع تطبيقها والتي تستهدف تشجيع الاستثمار في هذه المشروعات